السؤال الأخير السؤال الأخير بيجاد تفضل يا بيجاد السؤال الأخير واللي حيحدد مين اللي حيوصل للمربع الزهبي سويتش جمعة المنصورة من حقوق تختاروا موضوع السؤال لجمعة القاهرة تحبوا يتسئلوا في ايه معلومات عمّة معلومات عمّة السؤال بعشرين نقطة لو الإجابة صح ألف مبروك لجمعة القاهرة دور الأربعة لو الإجابة غلط وجمعة المنصورة جاوبة صح ألف مبروك لجمعة المنصورة الوصول إلى المربع الزهبي معلومات عمّة والسؤال هو من هو المصر الوحيد الذي تولى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2023 ًا مبروك لن تأنيين من بعد مين يا ربيع؟ أطنق عبد الرحمن أول رئيس سترلمانيسيا أطنق عبد الرحمن أول رئيس سترلمانيسيا كلنا سألينها مبارح استمر السنة واحدة الزبطة السؤال ما كانتش سهل وأحمد محمد أفضل لعب في ماتش النهاردة من 90 نقطة إجابة صحية بالأسف الشديد جامعة المنصورة ودعت البطولة ولكن أنتو عملتوا موسم عظيم مهارد لك الحمد لله جامعة القاهرة سيمي فاينل وهتلعبوا اللي حيكسب من قفر الشيخ وتنطا هاي سقول حاجة يا أحمد تفضل يعني حابة أشكر التيم هم ما أثروش في أي حاجة من أول يوم استعداد وسط الامتحانات وسط كل حاجة يعني الخسارة مش سبب الفريق أو هو تفاصيل لا ما تقولش خسارة النبي ليه؟ لأن خسارة دي كلمة كبيرة هي مش خسارة أبداً هو سؤال هو حظ ما قدرش أقول غير أنه حظ الآخر هو أوصلنا أن احنا خرجنا من أنتو غمرتوا بالرزق في الفقرة الأولى فرق فرق ولكن حاجة أشكره طبعاً أنتو كفريق فريق كويس جداً عملتوا مجهود عظيم أداء مشرف تسع نقاط العلامة الكاملة جامعة المنصورة أعلى سكور في دول المجموعات يعني ودعتوا البطولة بشرف بجد فيه أوقات زي دي أنا بقى بقى فيها زعلان جداً مش زعلان عشان جامعة تقارى كذب ولكن زعلان علشان أنتو معرفتوش تكمله لأن أنتو تستحقوا تكمله الحقيقة أقول لكم الحقيقة كنت أتمنى أشوفكم في المنزل اشتركوا في القناة